مرحباً بناء العود بالنسبة لأيلي هو السينوغرافية هي شيء أساسي فيه تمشي مع رؤية المخرجة يعني ما فيه أولاً يعني عادةً بيكون السينوغراف وبيكون النص الوجد بيكون المستين الوجد وبيكون المخرج موجود وبيتصلوا بسينوغراف ليعملهم الشغل أنا بحس هذا الترتيب ولا ما بقدر بيشتغل بهذا السنوب موسيقى 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 كونه عادةً أي حد نعباله يعمل مساح إذا يكون عنده إنتاج هذا يكون صعب أو ممكن يكون عنده إنتاج بسهولة ودايماً فكت أنه لو ما فيش فلوس ما منقدرش نعمل مساح لو ما فيش فلوس ما منقدرش نعمل سات ما فيش فلوس ما منقدرش نعمل كوستيوم فالفكرة بلشت من هذا المحل أنه هات لنعمل سات بلا بجيت بلا أي شيء مش بمساح وبمينموم بجيت اختيار المكان هون أنه أنا بعرف أنه فيه جزء كبير من الدكورات القديمة أو الأكسسورات أو الأسبالي اللي مفهوض تترني بعد هيك موجودة بهذا المكان فهذا كان سبب الأساس اللي اختيارنا هذا المحل وجربنا أنه نشتغل عليه على أنه مش مسرح أول أسبوع فاللي هو ناس اختارت جوه ناس اختارت تحت ما كان بدي حدا نشتغل على الستاج ووصلنا لمحل أنه في عندي ست أشخاص يعمل كل واحد لازم يعمل سات فبأول أسبوع كل واحد عمل سات من الزبالة الموجودة فيها كبير وبعد ما خلصوا السات كان عندي مسموحات وممنوعات بهذا الشغل الممنوعات هي أنه ممنوع نستخدم الأوبجكت الموجودة بنفس الطريقة إذا طاولة ما نستخدمها كطاولة إذا كرسي ما نستخدمها ككرسي هات لنشوف وما كان بدي أشتغل على نص لأنه كنت بعتبر الفكرة من الشغل هلأ هو إلا حد ما جاري بشوف الأدرات طبع الكرياسيون كيف قادرين يعملوا تقليف أو كيف قادرين يبنوا شيء من غير ما يكون في قصة لإيدهم إلا تعملوا فكرة الثانية أيًا اللي كانت أمباريح هو إنه نحن كانت دلوقتي على خشبة مساح والستة ست اللي عملتوها بدي تجمعوها بمكان واحد وتطلع مننا ست واحد طبعا خافوا بالأول كانوا شوي ضرعين بمحل وبتخيل بين مبارح واليوم قدوا يوصلوا لنتيجة معقولة بغض النظر عن المعنى بغض النظر إذا هذا تركيب بس أو تشكيل بصري بس أيوا بسيك السلم ويروح لأمانك خليه من الخمسينين معنا أيوا؟ أيوا؟ ارفع بعثيه كمانا بعثيه مرحبا بعثيه مرحبا بعثيه بعض النظر اخبدائي ت rearrangeجلب اشتركوا في القناة